كان له موقف حاسم في مواجهة الإنقلابيين حينما أعلن قائد أحد الأفرع في الجيش ياشار جولار دعمه الواضح لأردغان وذهب لمطار أتاتورك وأمن له المطار واستقبل أردغان وأدى له التحية العسكرية وحماه حينها هو وجنوده من الإنقلابيين لذلك ياشار جولار كان له موقف أكثر من رائع في مواجهة الإنقلابيين في تموز 2016 والآن هو يتولى منصب وزير الدفاع بروفايل ياشار جولار ها هو أمام حضرتكم تخرج من الأكاديمية العسكرية في عام 1974 بردبة ملازم ثم من الأكاديمية العسكرية التركية عام 1986 ومن أكاديمية القوات المسلحة عام 1988 استلم عدة مناصب قيادية عسكرية كان قائد اللواء التركي في البوسنة والهرسك بين عام 1994 لعام 1995 ترقب المناصب العسكرية حتى وصل إلى هيئة الأركان العامة عام 2013 تصدى لمحاولة الإنقلاب في تموز الفاشلة تم تعيينه رئيسا لهيئة الأركان العامة بموجب قرار رئاسي بتاريخ 9 تموز 2018 متزوج ولديه ابن واحد إن شاء الله يكون هناك تقدم أيضا للجيش التركي وتحقيق مزيد من النجاحات طيب دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا أمام حضرتكم رئيس التركي رجب طيب أردغان في صورة أرشيفية مع كمالك الاشدارغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري اشتركوا في القناة